اشتركوا في القناة في مجال تروح من هون وتتركني مع اللابتوب لحالي؟ هلأ مو هاي الرموز يلي حيارت كل الموظفين بقسم البرمجة واللي قلبت الشركة؟ انت شو عرفاك؟ أنا كمان بشتغل هون والأخبار بتنتشر يعني طيب حضرتك بأي قسمة بتشتغل أكيد شغال بقسم الأمر شو عرفك؟ آه لأنك مثل الدب آه هاي مجاملة مو؟ روح لقيلك حتى بالشارع مشان تضربه وتركني بشغلي أنا بفضل تضل هون من شان أعطيكي شوية نصايح لا تدائقي إذا ما ضبطت قصة الرمز مع دينيز فيه مدير تاني أكيد عم تحكي عن يالين أراس مهم ايه شكراً ما بدي أصلاً أنا وصلتني أخبار أكيدة إنه هالمدير مثل التور بركي طلع بيشبهك بلا مزح مو مزح مين قالك إنه مثل التور؟ لأنه أنا بشتغل هون وبتعرف الأخبار بتنتشر بسرعة في مجال ما تعدي كلامي؟ مين اللي قالك؟ شو دخل والله دخلني وبدي أعرف خلصني بقى في مجال تطلع لازم ركز بشغلي كأنه عم شتتك شوي مو شو سبب سعدي ما فشي مبين مبسوط اكتشفت الرمز؟ اكتشفت شي تاني شو هو بقى؟ حتى الزكيات ممكن يكونوا جزابات زكيات وجزابات راجع لك بعدنا مستمرين معكم جولتنا صحفية المليانة بالإسارة التشويق الممتع بليال إسطنبول أعزائي المشاهدين أولاد التكنولوجيا تحولوا لمجانين لما لحقتهم عدسات الكاميرات والعارضات الشهيرات عائشة وديدام تم تصويرهم هنا طالعين من المطعم برفقة تكنولوجيا الشباب لاكي 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 هدو المدرأ دفنه رفض بشدة وحاول يهرب من أضواء الكاميرات بالوقت اللي دينيز أراس المعروف بعلاقته الجيدة مع الصحافة قرر ياخد مكان قريب من ابن عم ويالين أراس ضد الصحفيين ويشارك بالقتال ومتل ما بنعرف قريبا رح يتم افتتاح المشروع الصحي اللي عم تشتغل عليه شركة أراس للتقنيات بالتعاون مع وزارة الصحة ومتل ما تم بتصريح سابق للشركة فهي البرمجة رح تكون ثورة بنظام الصحة وهالاتفاقية المميزة رح تكون أول اتفاقية بالتاريخ الصحة والبرمجيات وبالتأكيد تجول أبناء العام ليلاً معارضات أزياء بدل قضاء الوقت بالعمل على المشروع البرمجي الصحي ومهاجمة الصحفيين ببكاء الأم يعني أخذوا مناقصات ومصاري من الدولة وتسلوا معارضات الأزياء شوه الشطارة كلها؟ يعني بالوقت اللي هنم قضينا بالملاهي والتسلاية نحنا بنكون شغالين وسهرانين بالمناوبات ويادو بنلاحق النام ساعتين وبالأخير قالها المنحرفين رح يعملوا ثورة بمجال الصحة كأنك تأثرتي بكلام الإعلام بسرع يا بنت ايه هدول بعضهم شباب طبيعي يعملوا هيك وبالختام شركة أراس للتكنولوجيا شركة رائدة بمجال التقنيات وإلا لمسات واضحة بمجال الترميل يعني أنت بس تخيلي أنه دفنا قدرت تسرق واحد من هالشباب ورجعت عرفت الشاب التعني عليك أي واحد منهم رح يكون إليك يا ترى أنت مين عجبك؟ أصلاً أنا معاجبني غير رفقي أوب كيف بدي بدل رفقي بكمشي كفايعين ساح رفقي؟ ليكي ديري بارك أحسن ما يسمع شينار ساعتها رح يكثر رجلين دفنة برافو يا بطل تعال عندي كيف هو بطلي هلأ؟ عمي شينار أنا منيح شو أخبارك؟ منيح ديك يا بطل شو رأيك أنا وإياك الروح اللي عند عندك دفنة خلينا نفاجئة وبعدين مناخدها ومنروح منأكل مش عنحتفل بشغلة جديدة عمي شينار البطل بس بالأول خلينا نحط الشنطة بالبيت تمام؟ تمام تعال يلا عميل نتل الطيارة بصرعة فتاح جناحاتك فيتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو² أيووووو إيوووووووووووووووووووووووووووو реш أوف لك intimacyy ألما كيفي يأخد ويتحركوا جواة هالشغلات ليك؟ لا تدايقني أكثر من هيك أكثر ماختهاك oxygen وحتى لو ليلة بدأت حاسبني أو تزعل مني رح إلا أنه أنت اللي دايقتني مشان هيك خزقتك دفنة أنت عم تتناقشي مع الفستان؟ لا أنا والله العظيم دايقتك كتير بسيطة ايه؟ كيف نفسيتك بأول يوم؟ يعني بغض النظر عن إخناقاتك مع الفستان يعني بتوقع أول يوم بهالشركة رح يكون آخر يوم كمان لأني لهلأ ما قدرت لقي الرمز لكن خلينا نغير الخطة أمي خدي بريك لأنه أنت ما طلعتي على الغداء يمكن عقلك وأقف لأنك جوعانة آه، تمام شكراً كتير يا شيم لأنك عم ترايحيني عن جد أنت رائعة لك هنخلي البرنامج يبلش تمشيت لبين ما نشرب القهوة أوف الله يسلم إذاكي على القهوة يا شيم والله أجيت بوقتها تماماً أنا أصلاً طلعت من البيت بلا فطول لأني تأخرت لا؟ فهمنا طلعتي بلا فطول بس ما أقول واحد بيطلع من بيته بلا قهوة؟ حبيبتي ما في داعي تعملي ليلى الفطول ما أنا مضطرة بنوم وليلى مين؟ ليلى بتكون مرت أخي الكبير المطلقة إيزجي بتكون أختها أنا وإيزجي ساكنين فوق وليلى وإبنه ساكنين تحتنا يعني بالطابق النصاني ليلى وطبراك تطلقوا بشرط إنه تضل ليلى وإبنه قدعم عيوننا وإنه الولد يربع عند بيت جده يعني من الآخر نحنا بالبيت عيلة كبيرة كتير أخي شينار بالطابق الأرضي ليش؟ لأنه إذا فات ذكر بعوض على البناية أو حتى دافنا طلعت من البيت وهي لابسة أصير لازم هو يكون جاهز مشان يبلش تضربه بوكسات ويعيقت كمان هيك هو على طول هيك خلص تمام 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 خلص لعما انتفخ قلبي منك هيه؟ أخوكي هادي اللي مثل التور؟ هيه؟ هيه؟ مثل ما فهمت منك إنه أخوكي مثل أخي بالضبط بالنسبة لأخي عنده طاقة كبيرة بس مخباية بس ما بيقدرلي يمكن تقولي عيب إحكي هيك على أخي بس أنا أخدت الدكتوراه بالتغلب عليه يعني إذا احتشت أي مساعدة لا تترددي أبداً وخبري أنا شخصياً اشتغلت مع ثلاث أخوة شبابي بنفس الوقت أوف يعني أنا بشوف إنه بيكون أحسن إذا منتبادل الخبرة آه الله يا ربي دخي لك تعالي يا شيم شو؟ لقيته شو؟ الله لعظم لقيته لقيته شو؟ لقد كان لقيته للرمز الخطأ يا بنت لقيتك كنت متأكده كنت متأكده إنك رح تلاقي والله أنا كنت تعرفاني يلا بسرعة جيبي للعطب وتعالي ورجيهم علي بسرعة بسرعة الحقيقي بسرعة لحقتك لقيته والله لقيته آه 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 دينيس بعده بالمكتب؟ آه لسه بالمكتب كان مع الأستاذ يالين آه أنت لسه ما تعرفت يا يالين مو؟ آه تعالي معي تعالي خليه يشوف المهندسة اللي كان بده يترضى من الشغل من أول يوم أمشي أهم أهم سمحولنا ناخد من وقتكم يا أسادي عندنا أخبار حلوة تعالي دفنة بالأول لازم تتعرفي على المدير الكبير بالشركة أخي يالين أعراس شرفنا أنسي دفنة شرفنا شرفنا دفنة يلا خبريون شو هالخبر؟ بالحقيقة هني خبرين الأول أنا لقيت الخطأ كيف؟ مستحيل؟ صممت برنامج صغير وهو ساعدني للاقيه وكمان نحنا جربنا هالطريقة بس ما استفدنا شيء لأنه المشكلة مو بالرمز بالبيانات هون البيانات كانت تطلع بصيغة مختلفة مشان هيك صارت مشكلة ما خطر لي فكر فيها والله برافو عليكي كتبتي بالبيثون؟ ليكي انت رائعة وبعدين شو هو الخبر التاني يقولي؟ ايه؟ الخبر التاني أعتبروني مستقيلة ليش هيك عملت؟ ليش؟ شو صاير؟ يش هيك مستني شوي أنا بأرفش با اشتركوا في القناة 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 اه volumes اه كفرك ها هي يا عماي يلا اتشوفه كمان يلا مموتًا دعني يا فرصو لاOR يخلص لاتتدربو بتشوف دى فرحة اتباح أكدفنا طلعي بال سيارة .. خذي لولاد ما بدي يطلع ع السيارة شي نار!! شو بكل اش هم تدخنقوه قولا كل بنت ربان بتقوللك بكاف يواقف وفهام ساعتك هم تحكيه لك؟ دروبه همي دروبه بطمار برافو اي دروبه هميه خليه موتو يتوزع دروبه برافو خلاصنا اطلع اطلع اختيه ايه مكفي اذا ما بدو افخناه انا رحزة حالي من فوق السيارة راح خليكن تموتوا انتو الاتنان من عذاب الضمير احرق قلبكن والا العظيم رحزة حالي لك انتو معاتيه انت اخي الحطبي معقول ما بتعرفني ما بتعرف اختك كيف بتتخيل انو ممكن اسمح بي هالشي لا ترد خلاص بقا شايف انو هالطور ممكن يعجبني ليش وصلك الموضوع بطريقة غلط اصلا شو شفت لحتى تفهم غلط يعني بس لانو زرار الاميس مفتوحة وهاد الطور وايفون يعني ما عندك استخافيني ما بتعرفني بعدين كله بيسببك انت لو من الاول سمحت لي البس الفستان ما كنت منطرة البس وش راح قدامها البني ادم دفنا شو نفسي انتي غيرت تيابك قدامها الرجال غيرت غيرتك اللي تيابك اه 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 بكافي بقى لقنتو معتي انت يا استاذي اللي كنت مديري قبل ما استقيل اذا راح تضل عم تضحك راح ارفسك وانوا في مكاني خليك عم تضحك وانت كمان يا اخي يلي مثل الحطبة كنت فكر شوي قبل ما تتهملي بهيك تهمة اي نحنا راح نروح انتو كملو هنا وخلصوا على بعضكن اذا بتكون اه انت عن جد عايش مع هي؟ قصدي عايش مع هدا الكائن بنفس البيت؟ الله يحمل معك ويعينك وانت من كل عقلك بدك تشتغل مع هالمخلوقة بنفس الشركة؟ يا زنم اشوفي براسك بعيد ايك بعيد بدي شوف خلقتك قدامي بالمرأة المرأة الجاية لح دعوسك ايه تعالا كان تعالا توروب خليني شوف مرجلتك لك ع هالعيلي شو هاليوم هاد؟ البنت جدبة واخوها اجدب أكتر منها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امتي اركاض 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 يلا دفنا ازقي ازقي وينك اه رجعتي دفنا لا لساتني ما رجعت ازقي انا بالطريب وشايف الزحمة دخلك يا ربي لكن بعد شوي رح يندقل بابو رح تفتحي وتقولي اني قاعدة في غرفتي عم ببكي ايه مين رح يجي تعالي فهميني شون مصيبير عملتيا هالمرة ليش على طول بتحطو الحق علي يعني انا شو دخلني لكن شينار عم يدقل بابو انا ما بدي احكي معه عملي متن ما قلتلك وين راح الدفنا طيب استنى شوي شينار ليش هي كفاية عم تدفش دفنا 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 فتحي الباب احسن روح من هون شينار ما بدي احكي انت اليوم كسرتني وجرحتني مين جرحك انا جرحتك انا عصبت شوي وكنت رح كسر راسها داك الكلب انت شو دخلك ليش انت ما بتعرف انا بشو حسيت لما عملت المشكلة قدامي خاصة قدامها الرجال اللي كتمنت الارض تنشأه تبلعني خاصة انه كان مديري ليكي دفنا عمري انت فهمتي موقفي غلط انا ما كان قصدي اجرح مشاعرك روح اللا خلاص انه تعباني ما بدي احكي مع حدا كرمه لا الله تركني احكي اختي خلاص لا تزعلي مني انتي ينامي هلأ والصبح منرجع منحكي بالموضوع ايه خير ان شاء الله والله ما بعرف اذا كان خير او لا يعني طلعت انا الغلطان بعد ما كان الحق معي هاي البنت كيف بتقلب المواضيع بها الطريقة انا رايح سلام امي عميشي ناري اليوم زعل وعصاب كتير عمل مشكلة ضرب الرجال اللي شاف عمتي بلا تياب شو دفنة لا مو هيك الموقف اللي انحطيت في قدام الرجال كان كتير صعب فيكن تتخيلوا الكبهينة كاني متعودة اشلحة يابي قدام الرجال واخي التور وعف قدامي وشايفني لدرجة ان الرجال قال لي تنفسي من كتر مع الصبت وحكيت بقى انتوا اللي لي معي حاولا لا هم؟ لا يكن شغلة كمان اخي التور عمالي الي كنت بثمانية عاملة من اول مع شغلة المدير في فاعة بوكس لو قلوا وش شغلة اخي التور اخي التور يا الله الله اخي تفضل القهوة سوريا بك وينو يا لين؟ اليوم شفت يا شيمو دينيز وحكيتهم بس ما شفتوا وينو؟ يا لين يا لين احد بغرفته من بكير عندو شغل ما طلع لفوق؟ اه 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 قال عندو شغل كتير قال كتير كتير يعني ما نوفاضي نية احسن ability Nun cer يمكنكم اليوم مرة لا بقى تدخلوني اجزب عا الرجال الجه spinal Judy بخير بحس علي بحسو بيتطلع فيني وبيفنجر لي عيونه والله العظيم كتير خفت إيه لا تزودي يا حبيبتي مفتونا أصلاً جدي ماحس إنه في شيء مطبيعي أنت يفدتي بالحالة لحالة أيوه طيب ماشي هلأ خبريني ياشين ليش وش مرم هيك ومضروب في بنت بن مصد عن جد إيه عن جد مثل ما عمقلك يا الله يلا تعالي خبريني التفاصيل كلها مين هي البنت ومن وين حلوة ولا لا حكيلي كل شي ياشين ما رح أحكيلي موقتا تفضل أنا عم خبرك قبل ما أفوت إني جاية مشان أترحم عليك بتسمح لي؟ شرفي متأكد؟ يعني عأساس إذا قلتلك لا تفوتي رح تروحي دغري ما هيك وما رح تواجع لي رأسي اختصري وفوتي هاي خير رشوة ما هلأ أهم شي ما بدي تقاطعني وأنا عم أحكي أحسن أنتو شو قصتكن اليوم؟ حسس كل النسوان اللي بيحكوا مثل الراديو محاصريني قف سهمنا رح تتركني أعرف أحكي؟ بكرة رح تروح وترجع البنت لتشتغل معنا شفت إن مهندسة ممتازة؟ مشان هيك أنت رح تقنع دفنة لترجع تشتغل ما زابطة غيره يا عالين أنت مستوعب الموقف اللي صار وعرفان إحنا شو خسرنا بسبب تسلايتك وعنادك؟ طبعاً مستوعب النتيجة واحد صفر لبنت معتوها وأخوها مريض نفسياً يعني طلعت البنت معتوها اللي عمى وأخوها مريض نفسياً كمان بفهم منها الحكي إنو لما لحقتها شافت أخوها وهو اللي ضربك على وشك وعمل فيك ورجيني لا تخليني قندم أني يلتلك آه تمام تمام المهم سمع شوي أنتو الاثنين قاعدين عم تشتغلوا من أسبوع ومعرفتوا تلاقوا الخطأ بالرموز والبنت إجيت وحلتها وكمان حلتها مع أنها كانت بتعرف أنها مطروضة بس أنت شو عملت يا قلبي؟ أنت لعبت على البنت في شي غاب عنك حبيبت أخوكي إنو أنا لحقتها لهي الحية كرمال اعتذر منها قلتلك صح؟ وشو صار؟ أخوها بلشي هاجمني وهي عم تتفرج عليه أنت بتستاهل هالقتلة طيب اعتذر له لازم تعتذر منه وترجعه بس هالمرة لو سمحت رح تتصرف مع المخلوقة كرجال ورح تخليها ترجع ماشي أوامر تانية؟ هي ما رح تحمل أكتر ورح تجيب البنت لهون كمان خير مفتونة؟ شو عم تعملي؟ ما عملت شي روح وجيب هالبنت لهون ولا شو بدي جيبها؟ آه كيف ليش بدك تجيبها؟ لأنه لازم تجيبها لهون خليها تتعرف على أبوك على بكير وعرفني عليها أنا كمان لشو لا عرفك على مهندسة بتشتغل عندي بالشركة مهندسة؟ ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ليش أنا شو بعني لكم؟ لا تخلوني شوفوا لا تكون قبل ما موت خليكن هيك عايشين عزابية مفتونة؟ شو صاير؟ شو صاير؟ التكرم رح خبرك شو صاير؟ أولادك عم يلعبوا فيني يعني والله أنا من يفهماني شي أنا اللي كل يوم فيه لروحها الشغل وأنا اللي كل يوم لازم جهز لفطول؟ محاسة إنو الوضع مطبيعي؟ بعرف إنك عم توجهي لحاكي وانتقاد بس أدقيني محاسة الشي باتجاه إيزكي أكيد لأنو الحاكي كله ما عجبك ليكي مشان ما تفطري لحالك قبل ما تروحي عالشغل أنا تركت فراشي الدافي وأمت أفطر معيك وما هيك لساتك عم تنقي ومو عاش بك ولا ملاحظة أني إنساني مكتبة لأني عطلة عن العمل إذا كنتي عطلة عن العمل فيك تكوني مفيدة وتساعديني ليكي لا تضغط علي مشا ما زيت حالي زتي زتي دفنة زتي حالك عن جدعم قلك شو ملعبة أنا سمعتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل تسرع ما لنظرنا عاد برجو بعتلي عنوان دفنا باروتشي برسالة يلا دفنا قومي نطفي الطاولة وضبي الأكل الجبنة رح تنشاف أنا من الصبح عمقلك إني فايت بحالة اكتئاب وقلبي عم ينشف وإنتي لاحقتيني مشان الجبنة وخايفي على تنظيف الطاولة تمام ماشي الحال أنا رايحة وعندي مناوبة بس إذا بكرة الصبح رجعت ولاقيت الجبنة بعدها عالطاولة رح نتخانق إيزقي فيه مجالة روحي على شغلك بسرعة روحي موسيقى 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 انت شو عامل وين قفل سهرتك مبارك والله انسيت اسمها البنت رح يجي يوم تلاقي واحدة ما تخليك تنسى اسمها بالمرة منشوف المهم أنا اتصلت لألك أنه بديت أخر شوي تمام؟ ايه تمام بس اسمع ياللي ما راح يدر انسى اسمها لساتة ما خليت صباح الخير؟ كيفا؟ أنا منيح انت شو أخبارك؟ أه أه شو صاير لأيدك؟ ما في شي وجعتني شوي لما كنت عم بضرب هداك آه تمام كيفا دفنة؟ كيف راح تكون باكتئاب دفنوي ليش دفنوي؟ قصدي باكتئاب على كيف دفنة بيطلع بس هي بده وبيختفي بس بده يا الله دخيلة ماشي لكن بالأول راح غسل وبعدين بيطلع بشوفها ماشي أنا رايحة الله معيك انت بيقى حالك ها؟ ماشي باكتئاب على كيف دفنة 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 خلاص أنا انفجرت شينار إذا جاي تستفزني وتعمل لي مشاكل عصباح ما رح تريد حملك بالمرة فهمت رح يشتكي لستك وإلا حفيدك كل يوم بالليلة بيجي بنات عالبيت انت من وين طلع طلي بدك تشكيني لستك يا علازية فوت فوت انت شو جاي تعمل هون من وشي الصباح بتحبي إيجي المساء تعالي كان لازم تجيبيني معك عالبيت بشي اللي لمعت مي ما فيه حتى ضو أمر ليش بدك تجي معي عالبيت يا أزعر يا قليل الترباية انت اللي شدتيني من إيدي وسحبتيني لجوا أنا كنت رح حكي من الباب وماشي لو ما سحبتك لجوا كان شي نار سحبك على الشارع وشوهلك النص الثاني من وشاك يعني أنقذت لك حياتك لا تفتحي هالسيرة أخوكي مريض نفسي عفك طيب انت ليش مستغربتني ناتكو نفس النوعية لا تحكي هيك أنا ما بهاجة من الناس قبل ما أفهم الموضوع إذا هيك معك حق معناته أنت من نوعية المنحرفين نفسياً مون مرضانين نفسياً لأ نظامي أنت امتحان لصبري جايل عندك بكل حسنية اللي أعتذر منك وخبرك أني رجعتك على الشغل وشوفي شو عم تعملي أنت جايل أتقلي أنك رجعتني على الشغل شو هاللطف هذا كله أنا بلاك شو بقدر أعمل وشو رح يصير بحياتي يا أستاذ تفضل عن أي عقد لا أخي هي مو بالشركة وما بيقدروا يبعطوا لكها جبتها معي لأشتغل فيها المساة بالبيت استنى استنى لأشوف تمام يلا طيب فيه وقت معين بتكوني فيه طبيعية؟ إيه؟ لما حضرتك ما بتكون واقف قبالي ويا ترى هالتعصيب أساسي ولا سوفتوير؟ لا والله بس بلش عندي من لمحة شفت واحد منحرف بالكراج شو في كلمة منحرف بالطير اللي عقلي لبقت عدي يا أدامي وإلا شو؟ وإلا شو؟ شو رح تعمل؟ يلا قللي شو رح تعمل؟ عن جد بدك تعرفي شو رح أعمل يا بنتي؟ مالش لبقت قللي بنتي يا أستاذ؟ لو بدي أعرف أصحك وحاش تحكي معي بهاي الطريقة لا ترفع يدك ميوشي بهالطريقة إزا بتحركيه يا دفنة؟ طلع لعمك يفوت خلي الواحد يعصيب لك أنا شو عامل بحياتي لأشوفك فيها أنت الله بعثك لعيعاقبني ياريتك وقت على رأسك لما انزلت الله بعين البنتي اللي بدأت أخذك قديش رح تتحمل من غلاص تاعدك؟ دفنة طب ماني قدراني إليك لأنه مفيد وبيدفي وأنا بدفي يا قليل الترباية يا منحريب ما رح ضل وقف معك بنفس المكان أنا لازم روح شو هاي؟ ليش أنا اللي لازم روح؟ أصلاً هذا بيتي وأنت اللي لازم تتحسس وتروح من هون في مجال تطلعي يلا تفضل ما قلتلك يا روحي؟ شوفي إذا ما بتهدي وبتصبري لحتى خلص كلامي فما رح إليك ولا كلمة ايه لا تحكي لا تحكي معي شي ولا حتى بخصوص الشغل لأنه أنا ما عاد بدي أسمع صوتك مرة تانية يلا بقى خلصني منك اطلع من هون أحسن ما راضي ناحس ايه بقى خلص خلصنا ختيارة النحس أه لرضينا بالبين والبين ما رضي فينا آه أنا أنا ختيارة؟ آه طلع من بيتي شينار؟ قولك أنا شو اللي عم على قلبي خلاني إيجي لهون آخ منك يا يشيم آخ كمان موجاية تعتذر من رأسك أنا بورشيك يا مغرور أخي شو صار؟ دفنة؟ شينار؟ صار لك شي تقزاتي؟ تقزاتي؟ ملاكي صار ني يا يا قلب اوee هو شينار؟ شوهد؟ طلعت قد حالي؟ قولك شو مفكر ولا أنا ساكتلك كرمال ما أقزيك؟ تعال قزيني ولك شينار لا تتعرض عن الم الأن een شغرا؟ تركير أقنصت أخير مالح saw انا